51 عاما مرت على انتصار أكتوبر المجيد ولا تزال تلك الحرب خير نموذج ودليل على عزيمة وإصرار الشعب المصري الذي كان له دورة عظيم خلف القيادة المصرية لمواجهة العدو من أبرز الدروس المستفادة من انتصارات حرب أكتوبر هي الروح التي عاشها المصريون في تلك الفترة والحقيقة أن مصر بتحتاج الآن للعمل بنفس روح انتصارات أكتوبر لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم والتطور المستمرة في الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد والتأكيد على بناء وتنمية الإنسان ونشر التنمية في كل ربوع الوطن ينضم إلينا الواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق سيادة الواء مساء الخير وكل عام وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلام والمصر يهين كلهم بخير سيادة الواء يعني دروس أكتوبر نستحضرها بشدة في هذه الأيام الصعبة التي تعيشها منطقتنا العربية أبرز يعني ما يأتي على بالك من دروس يجب علينا أن نعمل بها اليوم في هذا الظرف التاريخي الذي نعيشه هو نمرت واحد ده من الدرس اللي احنا هنقوله يكون ليه تطبيق ونتيجة فالتخطيط الجيد لحرب أكتوبر كان هو نتيجته أن أنا حقق نص إذا أن النهاردة الدرس المستفاد أن أنا بقوله للشباب عندنا كلهم دلوقتي والأجهة الحالية أن كل عمل يشمل على تخطيط جيد على معلومات مصبوطة وعلى خطط وتدريب جيد مؤكد ألقى النجاح حتى لو كان في حياته الشخصية وبالتالي كل واحد فينا لازم ينخذ منهج أكتوبر منهج حياة لأن أكتوبر منهج حياة صحيح سيادة الواء الحديث كان دائما عن الجبهة الداخلية في مؤازرة جنودنا على جبهة الحرب في مواجهة العدو هذا الموضوع نستحضره بشدة في هذه الأيام ونحن نرى أهمية أن تكون الجبهة الداخلية متماسكة في ظرف بنشهد فيه طول الوقت قلاقل وإشاعات تحاول أن تنال من هذا السلام المجتمعي طبعا هو إذا ما قلنا إيه التخطيط الجيد بيودينا النتائج جيدة فكانت النتيجة طبعا أثناء ما تتحضر الجيش للحرب بدروس المسافدة بدروس التدريبية والكلام ده كان برضو نفس الموضوع بنحول الجبهة الداخلية إلى قوة صامدة تتحمل المشاق والمصاعب بسبيل أننا الجيش يقدر حق مهمته بدأناها من طبعا لو قلنا موضوع الهزيمة بتاعت 67 فكان حل المعنوية للناس ضعيفة وسيئة بدأت الدولة تأبز الجهد ضخم جدا سواء الإعلام أو الأزهر والكنيسة والقوات المسلحة الشيء معنوية واستخدام النتاج الطبيعية والكويسة اللي كانت تتحقق في حرب الستنزاف في رفع الروح المعنوية للشعب ومن هنا الشعب تحمل الوضع الاقتصادي السيء اللي كان موجود إن الناس طبعا دلوقتي لما قارن الوقت الحالي في فترة الإعداد لحرب أكتوبر أقول لا ده إحنا هنا في غنى ومشاء الله الغنى فحش كمان لأن كان زمان الفراخ بتتوزع على البطاقة الفرخة لكل خمسة يوم تلات ولحمة يومين في الإسبوع إحنا ما شاء الله عايشين بقول كده يبقى عايشين في نعيم فكان الشعب هنا قدرته على الصمود في المشكلة الاقتصادية بالذات كان هي أبرز عوامل الشعب في وقوفه مع القوات المسلحة في دارها لحق النتاج اللي حقنا في حرب أكتوبر وعشان كده بينقول دايما وتلاقي حتى الرئيس السيسي دايما يقول الشعب هو صاحب النصر الشعب هو صاحب النصر صحية سيادة اللواء إذا كانت في تلاتة وسبعين كانت الحرب على جبهتنا الشرقية النهاردة كل الجبهات المصرية الحقيقة يعني فيها نوع من عدم الاستقرار ما بين اشتعال حروب وتوتر بشكل عام في المنطقة غربا جنوبا شرقا فأهمية اليوم أن يكون هناك وعي لدى المواطن المصري بأنه هو جزء من هذه المعركة ومن استقرار الوطن وأننا في مواجهة أصعب بكثير ربما من مواجهة تلاتة وسبعين وطبعا احنا بنعيش في ظل مشروع عشان قصة الكبير اللي هو كانت نتائجه بنشوفها في الربيع العربي سنة 2011 والنتائج دي ظهرت على دول عربية كثيرة تبهدلت وتفكت الدول دي الغدية دولتي مش عارفة تتلم احنا دولة الوحيدة اللي قدرت تصمد لأنها كانت أريا المصرح السياسي كويس وده تلم الموضوع وتبعد التهديدات العميقة اللي كانت تبقى أصدى الوحدة الوطنية أو الفق اللحمة بين الشعب والجيش والكلام ده قدرت تتلم في خلال فترة بتاعت المشارحة السنة وكانت النتيجة أن الدولة قدرت تقف على رجلها هنا لابد الناس بقى تستمر في الإحساس بالخطر لأن التهديدات الخارجية دايماً بتخذ إنسان يحتاج بالخطر فأنا عندي الجبهة الشمالية والشارقية والشارقية الشمالية الشرقية فيها مشاكل وفيها حروب موجب دلوقتي يبقى أنا النهاردة لابد الناس عشال خطر ممكن يتقل عندي لأنها حدود مباشرة في الدارة الإخليمية المباشرة للأمن القومي وعندي في ليبيا وقدرت أوقف النشاط الإرهابي فيها من حوالي 3-4 سنين بموضوع الخط الأحمر ده في سيرت الجفرة وقادر لكن ما زالت متابعة موجودة ومستمرة ما يحدث سدان النهاردة من قلاقل بس الأسف ده هم شعب واحد المشكلة فيه فالمشكلة بقت عميقة شوية لكن احنا عانينا على المكان وعلى تقامل حدود الجنوية بتاعتنا بشكل جيد إذا النهاردة لابد أن أنا كشعب أماشي مع الفكر الدولة لمجابة التهديدات اللي حوليها كلها لأنها تهديدات خطيرة وممكن تهدي الدولة في أي وقت رسائل مهمة أطلقها الرئيس السيسي عند تخريج دفعات مختلفة لكليات العسكرية فيما يتعلق بالإعداد الجيد كيف ترى إدارة الدولة المصرية للملفات المختلفة داخليا وأيضا على السعيد أو يعني ما تعلق بالاقتصاد والملفات المجتمعية المختلفة وأيضا في الجزء الخاص بجهوزية الجيش رفع كفأته أن تكون مصر تمتلك قوة رادعة يعني لو ممكن تفسر لنا كلمة رادعة هنا شوفيه فيه هنا الرئيس السيسي يخد منهج من أول ما تعين إن أنا في السياسة الخارجية أنا مبدأين أثنين عندهم حمشة عليهم مبدأ المصالح المشتركة مع أي دولة للمصالح مشتركة أهلا وسهلا مع مصالح متبادلة أهلا وسهلا لكن تبعيها لا وبالتالي أنا قرار دي عندي بقى القرار نبع من مصر تبدي واحد اثنين القرار عشان يبع من مصر لابد أن مصر تكون لها قدرة على اتخاذ القرار وبالتالي بقى لازم فيه قوة من هنا بدأ الرئيس السيسي لما حط أبني وحط عشرين ثلاثين أبني وحط عشرين ثلاثين جي بص على القوات المسلحة إنها لازم تنبو بحيث إنها تبقى قوة رضع أكتر مما هي قوة متقدمة كفاية فبدأ إحنا يجيب أسلحة الرضع أسلحة الرضع يعني يكون عنده قوات جوية بعيدة المدى وبالتالي يبقى أنا اللي كان بيفكر يهاجمني يبقى مش هيجي لأن وجود القوات المسلحة قوية ده اسمه تهديد باستخدام الرضع باستخدام بالتهديد باستخدام القوة ومن هنا لابد إن احنا عارفين إن تطور القوات المسلحة سواء في القوات الجوية أو القوات المحرية أسطول شمال أسطول جنوبي والقواعد العسكرية اللي انشأت على أطراف جمهورية مصر العربية بحيث أنها تبقى الحدود آمنة بقوات دائمة ومن هنا بدأ يظهر إن مصر لها قوة عسكرية لها ترتيب على العالم وبالتالي يبقى لها قوة رضع وبالتالي ترضع التهديدات المباشرة مباشرة على طول يعني صحيح من دقى مرارة وألم الحرب يقدر كثيرا معنى السلام مصر تقوم بجهود كبيرة جوالات ماراثونية لإرساء الحق العربي الفلسطيني المشروع في إقامة حل الدولتين والوصول إلى السلام والمطالبة طوال الوقت بوقف إطلاق النار بدءا من غزة وصولا الآن إلى لبنان وربما يعني القوس مفتوح يعني كيف تتابع هذه الجهود الطويلة لدولة ذاقت مرارة الخسارة والحرب ثم يعني حلاوة الانتصار والحصول على كامل الأرض والاستقرار والسيادة تم على ترابها طبعا أي دولة بتأخذ شعار التنمية المستلامة وبتأمل من أجله فتبتأل على الحرب مصرها دخلت وحطت استراجية للتنمية 20-30 وبالتالي دي الخطة دي لأول دي تاني مرة في تاريخ مصر تتعمل خطة للتنمية اتعملت في الستينات ووقفت نتيجة الحرب وما كملتش النهاردة الرئيس سيسي محافظ تماما على أن مصر تحافظ على استكمال هذه الاستراتيجية لغاية 20-30 بدون دخول الحرب لأن الحرب بتستهلك ما بتنميش الحرب بتستهلك طب أنا كنت مدير المضارعات كنت بطلع الدبابة ب7 مليون جنيه دولار سنة 2004 النهاردة بتطلع ب25 مليون دولار فالحرب مكلفة جدا وبالتالي لابد نبتعد الحرب وده منهج مصر ومن هنا مصر بتحافظ لأنها لها دور قوي وهي الضريعة في المنطقة الشرق أوسط وعلى حدود كمان مع سواء اسرائيل أو غزة وبالتالي صوتها لازم يكون مسبوع ومن هنا بتحافظ على الحوالي الشفلسطينية بمنتهى الدقة والدليل على ذلك أنه لما رئيس سيسي أعلق أفل معبر رفح ما كانش بقفله في وش الفلسطينيين لأ ده هو كان بيصر على أن معبر برد أطفح مش حيتفتح إلا لو سلمه للسلطة الفلسطينية ليش لحماس ولا لإسرائيل يبقى هنا أنا بحط الحل المستقبلي اللي حيدير غزة مين بعد إيقاف الإطلاق النار أنا من وجهة نظر مصر السلطة الفلسطينية يبقى ده محافظة على حدوء الفلسطينية صحيح أشكرك شكرا جزيلا سيادة ألواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر